80% من السوريين العاطلين عن العمل في النمسا يعيشون في فيينا الرقم كارثي الرقم كارثي لا أسبب 55% اللي موجودين طبعا هذا الرقم هذا الرقب يعني بيقول لك انه طبعا تفاصيل هذا الخبر بصراحة يعني كتير فيها تفاصيل يبلغ عدد عطينا العمل 145 ألف 55% منهم من الأجانب تصدر جنسيات النمسا النمسا 64 ألف سوريا 20 ألف سوربيات 8000 أفغانستان تركيا كذا 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 فبالتالي أما على مستوى النمسا على مستوى النمسا صراحة شريحة كبيرة من السوريين يعملون وهذا دليل حقيقي على أنه شعب مكافح شعب يعمل يعني ما رح نعليه على السوريين بير مسكورينا وولولنا أنتم بتحكوا على السوريين نحن هيك وما لنا خالصين عم نقول لهم أنه هني عم بيشتغلوا أمورهم تمام وعلى عقل وما لنا خالصين مهم ما رح نبقى في هذا النقطة هاي بس بتوعي الشاور المعليفاته برضو وإحنا انتقدنا لأنه ده برضو منفعش مين المحلات الشاور بس إحنا ما حكينا محددين جنسي لا رأب صراحة يعني كله كله أمان صراحة كل من يعمل جال المطاعم فيها خلال علي المهم فبالتالي فبالتالي اتماني بالمئة من جميع السوريين العطين العمل في النمسا يعيشون في فييننا وبالنسبة للبولنديين تصل نمسا ل76 لصر أرباح يعني صراحة في نسبة كتير كبيرة يعني فبالتالي فييننا فيها مساحة كبيرة من العطلين عن العمل على ما يبدو ومن الطبيعي إنه السوريين يكونوا هن الشريحة الأكبر لأنه هم ما عمروا عقد من الزمن يعني لا السوريين هلأ يعني ما صار من فترة بداية اللجوء ما صاروا عشر سنوات كاملة فبالتالي إنه في نسبة كبيرة بتشتغل أكثر من ستين بالمئة فإنجاز ما فينا نتجاهله وطبيعي البائيين ما بين تعلم لغة ما بين تعديل شهادة وما بين إجراءات لجوء فبالتالي بالتالي بالعكس هذا يعتبر إنجاز وهن أنا متأكد إنه السوريون سيكونوا من أنجح الجاليات من أنجح الجاليات الأجنبية الموجودة في النمسا خلال خمسة إلى العشر سنوات المقبلة ولا أستبعد أن يكون منهم عدد كبير موجود بالأحزاب السياسية ولا ربما سنسمع تشكيل أحزاب سياسية هم يشرفون عليها وهم سيكون لهم الكلمة العليا فيها